أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه منذ أن دعا إلى الحوار الوطني وهو يتابع باهتمام بالغ الإجراءات التحضيرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه وشدد الرئيس السيسي على أن الاقتلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية مؤكدا أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطرحات يعزز بقوة من كفاءة المخرغات التي ينتظرها من الحوار الوطني وعلى مدار عام مضى ومنذ أن دعاوت إلى الحوار الوطني فقد تبعت عن كثب وباهتمام بالغ الإجراءات التحضيرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه مؤكدا على حضرتكم جميعا اليوم وما صرحت به من قبل بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية بل أؤكد لكم أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطرحات يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم المتنوع الجامع لكافة مكونات المجتمع المصري